اشتركوا في القناة واحنا كنا توقفنا في الحصة الماضية الحصة الخامسة على موضوع إنشاء نماذج التنمية أو التطور في الاقتصاد الاجتماعي وقلنا نحن كما أكدنا سابقا أيضا أن يختلف الاقتصاد للهام على الاقتصاد الرئيس مالي أن الاقتصاد يقوم على رفع القدرة مقابل الطلب وبالتالي هو اقتصاد مرن اقتصاد يتميز بروح الريادة بأخذ المخاطر المحسوبة وأحيانا التغيير المحسوبة لصالح صناعة ومضة الإلهام وهي التي تصنع يما من خلال تحديات أو من خلال مختبرات أو من خلال محاولة مهاجر المشاكل الحالية والمستقبلية وبالتالي هي تصنع نماذج ناجحة ذات أثر في المجتمع والاقتصاد وفي نماذج الأعمال فتصنع نماذج أعمال أيضا بجانب أنها لها أثر في الاقتصاد الاجتماعي هي أيضا تصنع نماذج أعمال تقوم على الاستقلالية وبالتالي تصنع ما يسمى عملة الإلهام الذي يسميها عملة الإلهام والتي هي تجمع بين المعادلات تطور المؤسسات وتطور المجتمعات وتطور أفراد وهذا ما يميز عملة الإلهام إن آثارها متنوعة وبالتالي تصنع الاقتصاد يقوم على استكشاف الفرص وأثر ملهم بأقل الموارد وبشكل يصنع طاقات متجددة داخل نماذج الأعمال وبالتالي يجعلها استمرارية إلهامها للمجتمعات ولطريقة الحلول المبتكرة التي تأتي من خلالها تستمر لفترات طويلة والهدف أذكركم أيضا أن من خلال مشاريع الاقتصاد الاجتماعي هدفنا أن نحن نطلع مجتمع متجدد متنوع متعايش فضولي يبحث عن الحقيقة فضولي هادف وليس فضولية اللي احنا نراه اليوم للأسف في السوشيال ميديا وغيرها مجتمع عنده خدرة على أنه يكون منفتح ومتجرد بشكل كبير وبالتالي يستطيع أن يتخلص من الكثير من التحديات في الاقتصاد الاجتماعي سواء الأمراض المزمنة سواء الخدمات المتردية أو غير شفافة الفاشلة أنا ثميها أحيانا لتشأكل مثلا تبين الحكومات تبين الآن أن في حكومات الالكترونية لك الخدمة تلاقي هنا ما تنتهي بطريقة سليمة تحتاج أن تروح تتابعها وتخلصها فهذه خدمات فاشلة الشكلية لعشان الحكومات تقولون عندنا حكومات الالكترونية وبالتالي أيضا نفس الشيء قضية البطالة أثر التعليم الهجرة والفقر كل هذه عبارة عن أشياء هي تصنعها الاقتصاد الإسلام الاقتصاد الإلهام يصنعها من خلال أنه قدرته أن يصنع هذا التنوع والتعايش والتجدد والانفتاح والتجرد بشكل كبير ولذلك نقول نحن في ترابط بين غضايا الاقتصاد الاجتماعي ونماذجها فحينما تصنع اقتصادات أنت كخبير اقتصاد الإلهام تصنع اقتصادات تتماشى مع السلوك الإنساني مثل ما سنرى الآن في مثال على الفقر سوف نطبقه سوف نجد أن هناك قدرة على التقليل من المفاجآت الاقتصادية المؤثر على الاستقرار الاجتماعي كل ما أنت بديت تصنع نماذج واقتصادات هي تستبق المفاجآت وبديت تقلل من الاتقالية لأن أنت تجعل الناس هم يكونوا مبادرين وهم يعتمدون على ذاتهم ولا ينتظرون المساعدات أو لما يقع الفأس في الرأس وبالتالي تصنع اقتصادات تقوم على عملات جديدة داخلية التي منها عملة الإلهام منها عملة الشباب منها عملة المرونة منها عملة التكيف منها عملة الريادة وهكذا هذه العملات تأتي من خلال تجارب الميدان وبالتالي تصنع مرة ثانية أثر من خلال تقليل البطالة والهجرة وتصنع الأثر أن أنت يبتدي النموذج بحد ذاتها ملهم لأن الطريق التي يعمل بها لا تحتاج إلى ممولين بشكل كبير لا تحتاج إلى استغلال الموارد المالية بشكل عالي وإنما تحتاج إلى نظرة جديدة للتعامل مع المشكلات بشكل أو بآخر لذلك نقول دائما في الأقصال الاجتماعي نحتاج إلى دائما ننظر إلى الأصول المجتمعية الأصول الطبيعية الأصول البيئية والأصول المالية ذكرنا أمثلة على طريقة التعامل مع التحديات والفرص فحينما تأتي لنا الفرص ونتعامل معها بطريقة سليمة معناته سنطلع تطوير للمجتمع بشكل أو بآخر يرتقي إلى احتياجات لكن لو تعاملنا مع الفرص أنها عبارة عن فقط خدمات نقدمها للآخر اللي هو أضعف منها فعنا نفك احنا طبقنا مفهوم الاقتصاد الرئيسمالي الاقتصاد الرئيسمالي عرض مقابل الطلب معناته أن هناك في فقر إذن أنا أقدم لخدمات فهذا هو الاقتصاد الرئيسمالي لا يعمل على رفع قدرة هؤلاء الذين في حين احنا لو تصورنا هؤلاء عبارة عن مجتمعات لا يرفع على رفع قدرة من الفقر ولكن يعمل على مساعدتهم لتخفيف من الفقر وهذا شيء غير مرفوض معناته في طبقية في المجتمع وانتقع تعزز طبقية وفعلا نرى في كثير من الدول التي لم تقضي على الفقر بطريقة صحيحة سواء في الصين سواء في الهند وغيرها من الدول لأنها تحتاج الطبقة لما سوين دراسات شفنا لأن الطبقة الفقيرة تحتاجها الطبقة الوسطى والطبقة العليا فلذلك ما يبني يقضون على الفقر غضاء كلين فقر شكلي الفقر اللي هو عند حدود الفقر وليس غضاء على الفقر الناس تطلع كلها من الفقر وهذا التفكير للنموذج هذا الآن صار لألف وستمائة عام هو يعمل بهذه الطريقة حسب يعني الدراسات التي وصلنا لها في الطريق وأنه عبارة عن أدوات تبتكر وتعزز لقدمات المستمرة في أفضل حالاته وللأسف معظم مؤسسات العمل الخيري الإنسانية الإسلامية بالذات هي تعمل في هذا المجال تعمل في هذا المفهوم وبالتالي هي قد تكرس الفقر يعني أستطيع أن أقول أن 50 إلى 60% منها قد تكرس الفقر دون أن تدري بسبب أن هي تعطيل هذه النوعية من الخدمات التي تقوم على التفكير العاطفي فقط وليس التفكير الإحساس بالآخر بينما لما نتكلم على تغيير في طريقة العمل وهو ما أدخلها الإسلام بشكل واضح وادخلها من 600 عام خاصة لما جات الدولة العثمانية عملت كثير في الأوقاف بشكل أفضل طبعا دولة العباسية أيضا عملت أكثر من الدولة العموية ولكن الدولة العثمانية فعلا هي أثبتت أن في يعني مجالات للأوقاف لا تحصى ولا تعد بالمئات من أنواع الأوقاف من وقف الصحين إلى وقف الأبريق الذي في الحمام إلى حمام في اللوضوء وكذا إلى الوقفيات التي نراها الآبار وكذا لكن التنوع الذي كان الذي كان صنع من خلال الدولة العثمانية بالذات استطاعت في الحقيقة أن تبني مشاريع وقفية وممكن هذا أدى إلى مشاريع تمويل صغيرة أيضا سواء بداخل الدولة الإسلامية أو بعدين لما جاء يعني كثير من الناس وطبعا يطورها بشكل كبير هو العالم محمد رح أتكر اسمه وهو جرامي بنك هو الذي طبعا حصل على جائزة نوبل وهذا العالم هو الذي استطاع أن يصنع ما يسمى المايكروفايننس وأيضا استطاع أن يعمل كثير من البنوك المشابقة أو كثير من البنوك بدأت تصنع مسارات لها خاصة في هذه المجال وبالتالي نستطيع أن نقول أن هذا هو جزئيا انتقال من الأقتصاد الرأسمالي لأقتصاد الاجتماعي الذي هو أقل حد مقبول وبالتالي استطعنا أن نرى أيضا أن في مشاريع توظيف وإدماج صارت بطريقة أفضل والآن تعمل كثير من المؤسسات الخيرية في هذا المجال وهذه مؤسسات تكون متقدمة شوي في أدائها وبدأ تطبق مشاريع كثيرة حتى في خارج المناطق التي يعني في الدول الإسلامية الأخرى المتأخرة ولكن هذه المشاريع الوقفية قد تكون حتى مصانع وكذا هي جيدة ومتطورة ولكن ليس الهدف منها هذا فقط هذه ما زالت في بين حدود التفكير الرأسمالي والتفكير والأقتصاد الاجتماعي الذي على الحدود لكن لما نأتي حق اخصال الهام لا احنا نقول في الحقيقة منذ ثلاثين سنة الآن يفترض أن الإنسان صار عنده قدرة أفضل على الإحساس بالآخر وبالتالي منذ ظهور الاقتصاد السلوكي تطور الاقتصاد المعرفي وتطور قدرتنا على معرفة المجتمعات التي فيها مشاكل وأنواع السلوكيات التي لديها تطور البحث العلمي تطور الشراكة في حل مشاكل معينة بدأت تصير عندنا مشاريع واضحة لتغيير السلوكيات ويفترض أنه كان أول مكان تطبق فيه هذه المشاريع هي على الاقتصاد الاجتماعي سواء في الموضوع الهجرة ليش ناس قاعد تهاجر ليش في أفغانستان ناس تبقى تهاجر تترك البلد كلها لما جاءوا طالبان هل فقط لأنه عشان طالبان ولا في شيء آخر عشان الفقر ولا عشان استقرار ولا عشان في فساد ولا غير من الأشياء سابق وانعكس على اللاحق فلذلك لازم نفكر بطريقة مرة ثانية مختلفة ولذلك نقول هني المعادلة تقصى للهام التي تقوم على التي تقوم في التعامل مع قضايا الاغصال الاجتماعي بمفهوم القدرة مقابل الطلب تغيير بيئة العمل تغيير بيئة المجتمع صناعة نماذج تتعامل مع مثلا قضايا كالفقر وغيرها هي التي تبتيت تغير في الحق في سلوكيات الناس وهو مثل ما نرى أن الثلاث مكاين هذه القيرز هذي لكلهم مترابطين مع بعضهم البعض يشتغل هذا يشتغل هذا ويشتغل هذا وبالتالي نستطيع نصنع اقتصادات تقوم على الموارد الداخلية بشكل كبير ولذلك نقول إذا كنا نرى أن الاقتصاد التشاركي والتعاوني تم تغديره من جائزة نوبل في 1980 ثم الاقتصاد السلوكي في 2002 و2017 والاقتصاداتهم على فكرة يهود هما واحد كان سايكولوجست اللي هو دانيال هذي والثاني هو أكونوميست وهو اللي جاب يعني اشتغل أكثر على الاقتصاد السلوكي في 2017 حصل جائزة اللي هو ريتشا ثيلر وبعدين طبعا عندنا مختبرات القضاء الفقر اللي حصلوا جائزة الهندي شخص هندي حصل في 2020 اللي هي مختبرات يعني بالتعاون مع عدة جهات تعمل في الخضاء على الفقر وبعدين عندنا احنا نتوقع ان يكون ان شاء الله بحوثنا الميدانية مشابهة للبحوث التي ايضا الآن حصلوا على جائزة نوبل ايضا في 2021 يعني احنا نتكلم حين شهر عشرة في بداية هاي الشهر حصلوا على جائزة نوبل بسبب بحوثهم الميدانية في الاقتصاد لأن الاقتصاد كان أكثر منه نظريات ثم تطبق بينما الاصل في الاقتصاد انه اقتصاد عملي وهذا ما يحتاج للعالم ولذلك نستطيع نقول ان اقتصاد الهام يشمل الجميع اقتصاد الهام اقتصاد تشاركي تعاوني اقتصاد يشمل على الاقتصاد السلوكي او اقتصاد يركز على قضايا شائكة مثل الفقر وغيرها وايضا اقتصاد يقوم على البحوث الميدانية المختبرات ما هي الابحوث ميدانية يتمع فان شاء الله نكون يوم من الايام اذا احنا لم نحق في هذه الدنيا فانتم ان شاء الله تكونون مرشحين طلبتنا المسجلين في البرنامج الذي يحصلون ان شاء الله على شهادات في مجالات الماجستير والدكتوراه في اقتصاد الهام تكون انتم القادة الذين يحملون هذا الفكر وينشرون في العالم وبالتالي نستطيع نقول ان هناك مدخلات جديدة تساهم في استكشاف المحتاجين لقضايا الاقتصاد الاجتماعي الذين يحتاجون الى مساعدات في الاقتصاد الاجتماعي وبالتالي نحتاج انه فلترت هاي المدخلات ورفع قدرة المحتاجين لكي لا يكونوا كذلك الاصل انه ما يكون عندهم ناس محتاجين حق انهم يهاجرون الاصل ما عندهم ناس فنحن صايرين بس نركز على الكونسلينج وعلى منع الهجرة وعلى منع الفقراء يعني يشتكون ولا هكذا ونعطيهم فقط يعني بعض المعونات المالية ولكن الاصل هو فلترة لمنع الاشياء ان تحتس وبالتالي تحسين التواصل مع المستفيدين من الخدمات وبالتالي العمل على الاكتشاف او استكشاف المحتاجين في الوقت المناسب لذلك نقول في حل المشكلات الاقتصال الاجتماعي عادة يتصدى لها اربعة انواع من الخبراء الخبراء الاوليين المعروفين هم من ينعزلون عن مؤثرات ويكون عندهم تركيز عالي دائما المناسب واذا توقع اني أنا منهم او بين هذا وذاك او يكون نوع من الخبراء الذين ينعزل عدد من الايام ويصر عنده تركيز عالي لأيام محددة ثم عندنا الانواع الاخرى الثانية اللي هي عندنا اللي ينعزلون لبعض الساعات يوميا ليصنع تركيز مأقت وهذا الى طبعا ايضا يكون لانا يكونون هم مثلا يعملون في مشاريع اخرى ولا شي ويعملون على مشروع جانبي اما هناك النوع الاقل اللي هو ينعزل حسب المزاج او الوقت او الفراغ فيركز تركيز لحظي وهذه عادتين يكونون مثلا صحفيين او هما يكونون تلاقيهم ياما في النوع الاول او في النوع الثاني المنظرين الذين يعملون في نظريات لازم يكونون في هالمنطقة طول وقتهم هم اشغولين في النظرية حتى في الليل ما ينام ولا يفز من النوم عشان يكون هو يحافظ على تركيز العالي لو يحتاج او ينام نوم جيد عشان يقوم مرة ثانية ويعمل التحول الذي يصنع اقتصاد الالهام بحيث يصنع اقتصاد اجتماعي قوي فاغتصاد الالهام يعمل على نقل نقل نوعية من تفكير رئيس مالي يركز على دراسة وتخطيط الموارد النادرة ذات الاستخدامات البديلة يعني بشكل عام يركز على كيف نحنا مثلا نزود في الأصول الرئيس مالية مثلا زيادة المستشفيات المدارس الطرق وبالتالي اقتصاد رئيس مالي دايما يأتي بحلو هكذا عشان يحل مشكلة ازدحام يزود الطرق عشان يحل مشكلة انتظار ايضا على الطوارئ يزود مثلا عدد الأسرة في الطوارئ عشان يقل المشكلة ازدحام الطلبة على المدارس يقوم يزود المدارس ولكن صلى الهام لا ينظر بالعكس يشوف ان هذه مفهوم خاطئ يفترض ان نحن نأتي بحلول مبتكرة اكثر ولا تجعل هناك ضغط على المجتمع بشكل او باخر وبالتالي الاقتصاد الرئيس مالي يخلي للماذج الاعمال سواء مدارس سواء مستشفيات سواء طرق سواء خدمات اجتماعية يجعلها اكثر اعتمادية لان كل يأتي بحلول رئيس مالية ودائما الحلول الرئيس مالية هي تصنع مشكلة لا تحل مشكلة تحل مشكلة مؤقتا ولكن تصنع مشكلة اكبر عبر الوقت فيصبح المجتمع اكثر اتكالية بينما احنا نهدف في اقتصال الهام ان احنا نرى ان الموارد متوفرة وهي وفيرة بشكل كبير فبالتالي يفترض ان نركز على قواننا الداخلية ومن خلالها نطلع الاستخدامات البديلة فمثلا برامج الاكتفاء ذاتي التي تمتص الزيادة في الطلب وبالتالي نعمل على رفع القدرة مقابل الطلب بدلا من العمل على فقط على توفير موارد وبالتالي يأتي بزيادة القدرة على الكشف المبكر او التنبؤ بالمشاكل التي ممكن تقع سواء في الامراض في البطالة في الحواد غيرها يعني حتى في موضوع المستشفيات كيف نحن نتأكد انه فعلا الاستخدام الافضل للحالة الطارئة او الاسترير الذي هو مخصص للحالة الطارئة وكيف يتم التدرع عليه وهي واحد مشاريعنا افضل منها رح ابني اقسام الطوارئ اوسع اقسام الطوارئ بسبب ازدحام الطوارئ ونفس الشيء بالنسبة قضية المستشفيات كيف اني انا ادير الاسرة في المستشفيات اتأكد من كفاءة العمل في المستشفيات الاصل ان الناس ما تأتي لمستشفيات الاصل ان نلقي جزء من المتطلبات الهم ان الناس عندها قدرة عالية على السلام الشخصية الحماية الشخصية عندها وعي كبير وايضا عندها رعاية الاولية عمل بطريقة صحيحة والمستشفيات تأتي بس لها الحالات التي تحتاج فعلا الى ادخال المستشفيات او الحالات الطارئة او التي تحتاج الى تخصص والاصل انحنا عندنا استكشاف مبكر للامراض التي تؤدي الى ان الانسان يدخل المستشفيات امراض المزمنة وغيرها من الامراض وبالتالي عندنا قدرة عالية على الوقاية من هذه الامراض ونفس القضية بالنسبة حق البطالة والحوادث وغيرها لذلك نقول ان اقتصاد الالهام هو يسهم في نظرة جديدة حق مؤشرات الاقتصاد الاجتماعي يعني الاقتصاد الاجتماعي صار لفترة مرتبط بالجي دي بي لكن الجي دي بي يعني هو بشكل عام لا يعكس الاستخدام من الموارد وبالتالي اليوم طلع في ما يسمى الجينيين بروغرس انديكيتر اللي هو مؤشر التقدم الحقيقي فمؤشر التقدم الحقيقي ان انت كيف ممكن تعمل اعمال باقل الموارد وهو يقل باستخدام الموارد فالناتج المحلي الاجمال الجي دي بي في الحقيقة لا يعكس انه والله تطور البلد في قضية الفقر ولا قضية العمل التطوعي ولا الطاقة الإيجابية ولا الحل المشاكل المزمنة في المجتمع لذلك نقول دائما في مختبرات صد الالهام وعملة الالهام هي في الحقيقة تعمل على تقليل الحاجة الى الجي دي بي للناسج المحلي ورفع الحاجة الى الجي بي آي اللي هو المؤشر التقدم الحقيقي مؤشر التقدم في العمالة الطوعية في التعلم في استكشاف الموارد الاخرى في استكشاف القدرات الداخل المجتمع وهذا اللي هو نحن الناديبة اننا نتحول من الجي دي بي الى الجي بي آي بشكل كبير عشان نقيس الاقتصاد الاجتماعي بطريقة سليمة دائما يعني عندنا التساؤل لماذا الفقراء فقراء وهذا هي اهم اقتصاد الهام قضية الفقر في اقتصاد الهام هي اخذناها كمثل الان لكم في هاي الشرائح القادمة ليش الفقر موجود في مجتمعات وكيف انحنا ممكن في اقتصاد الهام كخبراء اقتصاد الهام وهي قضية يعني معقدة وشائكة ومزمنة في الكثير من المجتمعات العربية وانت كاقتصادي الهام وجزء من المقرر هذه مقرر الاجتماعي انه عدك على كيف تتنظر الى الفقر فالاقتصاد القدرة مقابل الطلب ينظرون الى ان قيمتنا الانسانية ترتقي مع مراحل فرص الاستكشاف فرص الاستكشاف التي تعمل على انهاء المشكلة انهاء الفقر في هذه الحالة وليس مساعدة الفقراء فقط يعني هذه الصورة هي تهز الكرامة الانسانية لا نتمناها لأهلنا ولا لأبنائنا ولا لأنفسنا ولا لكل من نحب ولا حتى عزاعات العدو ما تتمنى انه يصل الى هالمرحلة ولكن هذه الحقيقة وهذا الواقع في كثير من دول العالم الاسلامي الاسم وبالتالي احنا نقول ان تعريف الفقر حسب الامتحدة هو حالة من الحرمان تتجلى في انخفاض استهلاك الغذاء وتدني الاوضاع الصحية والمستوى التعليمي وقلة فرص الحصول علي وتدني احوال الاسكان فلاحظوا التعليم الصحة والاسكان والغذاء هي الاربعة اشياء التي يركز عليهم الامتحدة في مفهوم جود الحياة لأنها اقتصاد الاجتماعي ومشاكل دائما تؤثر على جودة الحياة فالفقر هو يعني ان الانسان ان الفقر يمثل حالة عجز لدى الفرد والاسرة والمجتمع ايضا تؤدي الى الحرمان من الكثير من الاشياء ضروريات في الحياة وهذا العجز المؤدي الى الحرمان يرجع الى عدم كفاية الدخل او للعدام اصلا احنا نقول ايضا ان احنا في الحقيقة في موضوع الفقر انه مفهوم نسبي يتغير من زمان ومكان فمن كل زمان ومكان او من الزمان والمكان فان ليش لان احنا نشوف امام حالة اذا في حالة استمرارية للفقر معناته ان هذا الفقر هو الفقر المطلق ولكن احنا يفترض انه هو اللي لا يجي تقوط يومه وليلته فهذه هو يعتبر الفقير ولكن احنا الان بدين نرى اشكال مختلفة من الفقر بدأ تصير في المجتمعات لذلك نقول ان احنا عشان نتجنب الفقر في اقتصال الهام بالذات نعمل على دراسة الوضع الحال لاقتصاد الاجتماعي ثم الوضع الاقتصاد الاجتماعي في المستقبل كيف التحديات اللي يتواجه الاخصال الاجتماعي في المستقبل ومن خلال نزول الميدان نعمل على حل الوضع الحالي وحل المستقبل وبدلا ما نجصر فيه تحديات اكبر وهكذا لذلك نقول احنا اليوم ان فعلا عندنا مساحات الخيار كبيرة كل ما وصلنا بالقرب من المستقبل كل ما قلت مساحات الخيارات كل ما كنا من الآن عملنا على استشراف المستقبل اي التطبيق من الآن كل ما استطعنا ان نحقق في الحقيقة المستقبل افضل وخيارات اكثر ولذلك نقول فيه انواع لظاهرة الفقر فقر مالي فقر مادي فقر غير مادي فقر مطلق فقر نسبي فقر مؤقت فقر مستدام فقر انسان وهذه طبعا كل هذه الانواع هي مرتبطة بعض باطل لان مرتبطة بسيكولوجية الفقر ولذلك نقول حوالي تقريبا اكثر من سكان المعمور يعيشون دون خط الفقر اللي هو الفقر المالي والمادي لكن شفنا الفقر النسبي الشباب في كثير من شباب في العالم شباب العالم عارب بالذات وما يعيشون الفقر النسبي الذي هو عبارة عن انسان لا يمتلك مكونات الحياة اليوم المطلوبة في عصر اليوم اللي ستتعلق في التقنية وغيرها وزادت حالات الفقر المادي في الحقيقة مع التحولات اللي صارت في العالم وخاصة تحولات العالمة أو حينزاد أيضا الفقر المادي ونزلوا كثير من الناس اللي يطلعوا من خط الفقر ورجعوا مرة ثانية إلى خط الفقر أو تحت خط الفقر بسبب جائحة كورونا ولذلك أيضا هذه وحدة من الأشياء فلذلك حين نقول العالم فعلا يعاني من زيادة الفقر الإنساني أي لفقر بمعايير مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع أو الدولة التي يقاس بها الفقر النزاعات الداخلية والخارجية هي من أسباب الفقر الرئيسية شوفها في دول مثل أفغانستان مثل سوريا اليوم الأسف يعني كثير من الدول التي يدمى لها القلب مثل مظلون ولكن في الحق هذه بسبب الإنسان يعني أكثر شيء ثم بسبب التدخلات الخارجية طبعون سياسة السيئة الخاصة للدول الغربية التي يعني استخدم لعبة السياسة وصناعة الحروب بين الدول وخاصة الدول العالم الإسلامي ثم يأتي سوء برامج التصحيح الهيكلي لما يكون الدولة ما عندها برامج صحيحة أيضا هذا يحدث الفقر يمكن لبنان هي مثل على ذلك وجانب النزاعات الداخلية هو عندها التصحيح الهيكلي أيضا سيئة سوء توزيع الدخل والثروات أيضا هذه واحدة من الأسباب التي يحدث فيها أيضا الفقر أيضا تدني المستوى التعليمي إذا أردنا مجتمع أن يكون هو ما تقدم يفترض أن يكون عند المستوى التعليمي جيد الفساد والبراطية أيضا هذه واحدة من التحديات التي تحدث في تحدث الفقر حجم الأسرة بالمقارن بالدخل لما يكون الحجم الأسرة كبير والدخل بسيط ورب الأسرة لا يمتلك كفاية أيضا هذه يؤدي إلى في الحقيقة نوع من أنواح الفقر أيضا سرعة التضخم وهذا يحدث اليوم بعد كورونا بعد يحد التضخم كبير تزيد في الأسعار بشكل لافت يعني يصير الدولار ما لا قيمة الدنار ما لا قيمة الدرام ما لا قيمة وبالتالي نحن فعلا يعني نرى هناك نماذج لتورية الفقر وبالتالي لا يمكن التفكير التغليدي الضيق أن يتغلب عليه لذلك نشوف أن التفكير التغليدي الضيق يؤدي إلى الخوف يؤدي إلى أن الفقير يتم في ظروف الفقر بيئة الفقر موجودة ولا يتم التغلب عليها فقط مساعدات مساعدة لكن الفقير يتم في مكانه فكأن وأنا أقول دائما المنظمات الإنسانية في كثير منها يتعمل كأن بطريقة التعالي لأن إذا لم تنزل وتحل مشاكل الفقير الذي تساعده في السنوات الماضية فأعطيه مساعدات في رمضان ولا في المواسم ولا غيرها فأنا تهي قاعد تكرس الفقر هي مستنسة على الوضع الحالي وإيضا انشغال الفقير بالأشياء الصغيرة على حسب الأشياء الكبيرة لذلك نقول أن الفقراء يظلون فقراء لأن المخاوف التي تمر على الفقير تستهلك قدراتها العقلية بشكل كبير الفقير لديه تفكير الندرة وليس تفكير الوفرة يعني من الصعب على الفقراء اتخاذ قرارات سليمة بشأن صحتهم تقضيتهم تطوير حياتهم كلهم ينظرون إلى إن فيه شيء بس هو لا كل يوم يعمل عك شيء معين يعيش يوما الفقراء أقل قدرة على التعرف على مصادر الفقر وأيضا الفقر يعيق الأداء الإدراكي بشكل عام وفي دراسة أثبتت أن بسبب تفكير الندرة من الصعب على الفقراء القيام بعمال يمكن أن تساعدهم على التخلص من الفقر والتالي نحتاج فعلا أن نعمل على تغيير القناعات الأفراد وفرطياتهم الفقراء ومجتمعات الفقيرة من خلال مشاريع ميدانية لذلك مشاريع مثل هذه نفتخر به اللي هو فيه مرة تانية أن كيف نحن نقضي على الفقر من خلال تمكن الفقير أنه ما يكون عامل ولكن يكون هو صاحب العمل وبالتالي ومن خلال عمل نماذج لهم حية ويتصنون هما يداربون الفقراء الآخرين عشان يتخلصون من خط الفقر أيضا كما هم تخلصوا من خط الفقر في مجال مثلا وبر الأبل مثلا حطيتها ولكن في مجالات كثيرة عملنا فيها فبالتالي نحتاج إلى أنواع من القرارات التي تتغلب على تكريس الفقر وتتغلب على تعقيد المسائل في الاقتصاد الاجتماعي فاليوم نحتاج أن نشوف طرق تمكين الناس الذين يعيشون في الفقر كيف تعمل المنظمات الإنسانية وغيرها والحكومات في تمكين الفقراء طرق إدارة البرامج الاجتماعي كيف تصير في البحرين وجدنا أن البرامج الاجتماعي كثير من الناس يعتبرون أسر منتجة ويستلمون مساعدات كأنهم أنها أسر متعففة أو محتاجة أو غيرها فهي ما يصير ويما يصير منتجة وتكون فعلا لا تستلم فبالتالي هذه واحدة من الأشياء التي تجدها في البرامج الاجتماعية تسبب في الحقيقة مشكلة أكثر ما تصنع حلول الحملات هي تقوم على المعرفة العاطفية فقط أيضا هي يعني نريد أن نتقلب عليها استفادة الطبقات الوسطة والعليا من وجود الفقراء وهذه ذكرنا خاصة نشوفها في الدول الكبيرة التي على سكانها كبير يحتاجون دائما عدد كبير من الفقراء يتمون فقراء لكي يقدمونهم خدمات كما ينظرونهم في نظرنا في قصة الإلهام هذا غير صحيح ثم عدم اليقين في بدائل لكل نوع أو مشكلة أو مشكلة الفقر ثم عدم القدرة على التعامل مع التحديات أيضا هاي واحدة من الأشياء اللي نريد أن نتغلب عليها بشكل عام التعديلات صغيرة في الاتصالات والتصميم التي يعني يعني الدولة ترى أن هاي ممكن يحل المشكلة ولكن لا يحل المشكلة بشكل كبير ممكن ينشط شوية الفقراء التنشطات بسيطة ولكن لا يحل المشكلة على المدى البعيد طبعا تنفيذ البرامج الاجتماعية بدون غاية البرامج اللي هي يعني احتفالات يزعم احتفال بيوم الفقير المساعدات الموسمية كلها يعني ما فيه هدف لكن لو كان فيه هدف أن المساعدة هذه أبني بير لكن الهدف من بير المياه أنه أنا أطلع من خلال مزارع قريبة منها في السر وعند قدرة أن يزرع قدرة عندك الاكتفاء ذاتي عنده قدرة أن يبيع أيضا منتجه بطريقة سليمة لو أنا دربت مع فالمع البير طبعا هي نوع من أنواع التدريب نوع من أنواع التوفير المواد التي تحتاجون في الزراعة وحتى نضمن أن حتى المنتجات مالة الفقير لها أولوية وتباع بطريقة سليمة هاي وحدة المشاكل الفقراء وبالتالي نقول أن من صفة النماذج الناجحة في التعامل مع قضايا الفقر مثل ما ذكرنا عشان نقلب النموذج بحيث أن ما يكون عندنا النماذج تعمل على فقط تقديم خدمات إنساني الفقير وأنما نماذج تقوم على رف كرامة المستفيد كما نرى هنا في الهرام الذي ذكرنا سابقا مغلوب معنات أن أنت لازم نعطي الفقير المزيد من الاستغلالية في النماذج النموذج لا يعتمد على الكثير الموارد الخارجية وإنما يعتمد على في الحقيقة على منع توارث الفقر بين الأجيال وعلى الموارد الداخلية والنموذج يفترض أن يستكشف الفرص من البيئة المحيطة ويحفز على اقتناصها بطريقة سليمة أتوقع ونكمل معكم إن شاء الله في الجلسة القادمة شكرا لكم